واجهوا مشكلات التعليم 578 ألف طالب دخلوا على منصة الاختبارات الإلكترونية أعلنت وزارة التربية والتعليم توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر من داخل المنازل في ظل تعليق الدراسة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة وأضافت في بيان رسمي أنه في اليوم الأول للاختبارات التدريبية لطلبة الصف الأول الثانوي قام بالتسجيل وإجراء اختبار اللغة العربية عدد 578 ألف طالب وطالبة من داخل المنازل مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات وأكد البيان أنه تم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءا وبلغ إجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيا هو 589 ألف طالب حيث تعرض عدد 11 ألف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات القادمة من موقع مصراوي نقرة وزيرة التخطيط تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 1% بالربع الرابع بسبب كورونا قالت هالة سعيد وزيرة التخطيط أن الحكومة تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5% في الربع الثالث وإلى 1% في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بسبب تدعيات تفشي فيروس كورونا المستجد وحقق اقتصاد مصر معدل نمو بلغ 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بحسب ما ذكرت وزيرة التخطيط في وقت سابق من الشهر الماضي وذكرت هالة سعيد أن هدف الحكومة كان تحقيق نمو سنوي بنسبة 5.6% خلال العام المالي الجاري لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2% من اليوم السابع نقرأ التضامن تواصل صرف مع شات أبريل لمن يتقادون أكثر من ألف وحتى ألفي جنيه تواصل وزارة التضامن الاجتماعي اليوم صرف مع شات شهر أبريل وذلك لمن يتقادون مع شات أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم وحتى غد الثلاثاء كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أنه تمت دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4.350 منفذا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها إلى 10.000 مكينة صرف وتابعت تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل وأن أصحاب المعاشات الذين يتقادون ألف جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام الأربعاء والخميس والسب الموافق الأول والثاني والرابع من شهر أبريل من موقعنا موقع صدى البلد نقرأ الموافقة على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة دون انتظار شهادة الضرائب عقدت اللجنة الوزرية الاقتصادية اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وفقت اللجنة الوزرية الاقتصادية على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها خمسة ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل الأول من يوليو 2019 وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الصرف الفوري لتلك المساندة الخاصة بهذه الشركات وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره السلبية من بوابة الأهرام نقرأ وزير الاتصالات رفعوا كفاءة الإنترنت خلال الأيام المقبلة علق أمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على خدمة الإنترنت في المنازل قائلا أي مرفق يحمل بأحمال تفوق ما هو مخطط له وارد أن يحدث به اختناق وأضاف وزير الاتصالات أن أنماط استخدام المواطنين للإنترنت تغيرت بشكل كبير ومفاجئ خلال الأسابيع الماضية جراء الأزمة كما أن ساعات الذروة ارتفعت لأكثر من 12 ساعة لأن قطاعا كبيرا من المواطنين والطلبة لم يعد يذهب إلى دور العلم ومن ثم يؤثر الصهر طوال الليل للمذاكرة والدخول على المواقع وكل هذا أدى إلى حدوث أحمال وضغوط وأوضح أن الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين رفعت من كفاءة النقطة الحرجة والأجهزة الناقلة والجالبة للبيانات بحوالي 30% وجاري رفع كفاءتها مرة أخرى خلال الأيام القادمة من الشروق نقرأ متحدث الكهرباء تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين وضع الوحدات المخالفة قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن مجلس الوزراء وجه بتركيب العدادات الكودي للمواطنين بالوحدات السكنية المخالفة مشيرا إلى أن العداد لا يقنن وضع الوحدة السكنية وأضاف حمزة أن العداد يتحول من رقم إلى اسم المواطن بعد تقنين وضع الوحدة كسندي ملكية ذاكرا أن مجلس الوزراء وفق مع بداية عام 2020 على إعادة تركيب العدادات الكودي بدلا من نظام الممارسة وأوضح أن نظام الممارسة لا ينقل الاستهلاك الحقيقي للمواطن وإنما يقيس قيمة تقديرية كل شهر لمعدل الاستهلاك لافتا إلى أن الهدف من تركيب العدادات الكودي عكس الاستهلاك الحقيقي سواء بالنسبة للمواطن أو شركة الكهرباء وذكر متحدث وزارة الكهرباء أن تركيب العداد الكودي يمكن من توصيل الطيار بطريقة فنية مقننة ويحمي الشبكة الداخلية للمكان والشبكة الخارجية منوها بأن توصيل الكابلة بطريقة غير فنية كان يتسبب في حرائق بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحة